من الاحلام المشهورة ايضا للناس في كثير من الامور احلام الطيران احلام الطيران الكثير مننا يرى في المنام انه يطير طيب يا طرى بتطير على انك طائر ولا بتطير على انك انسان او نصفك طائر ونصف انسان يعني عندنا مجموعة من الاختيارات او اختيارات متعددة هالانسان بيطير بهيئته كانسان او بيطير على هيئة طائر او بيطير نصف انسان نصف طائر ولما بيطير بيسقط مرة اخرى ولما بيسقطش ولما بيطير بيوصل لفين مجموعة أسئلة بتحكم مجموعة من الأحلام في مجال الطيران أو الإنسان يرى نفسه بيطير نتناوأ الأول جزئية وهو الإنسان لو رأى في نفسه أنه يطير بهيئته يعني ما تغيرش ممكن يفرد جناحاته أو يطير من غير حتى يفرد جناحاته أو يفرد إيديه ويطير فيين إلى أعلى في مرتقى السماء أو في وصل إلى حد السماء أو إلى مستوى في السماء الشخص ده بيبع عنده في نفسه إحساس قوي أنه عاوز يصل لطموح مستقبلي يعني عنده طموح وطموح قوي عنده أهداف في حياته الشخص ده عنده أهداف في حياته عايز يصل لهذه الأهداف عاوز يحلق في سماء هذه الأهداف عاوز ينجز في هذه الأهداف ولكن أهم شيء بأثر أيضا هل هو بيطير كان الجو مظلم ولا مضيء يعني الإنسانه بيحلم أنه هو بيطير مثلا لما كان مرتفع هل الجو مظلم ولا مضيء لو كان بيطير بهيئته في جو مظلم يقول إنسان ده نفسه في طموحات ولكن يشعر ببعض الإحباطات إنه ممكن الطموح ده ممكن ما يكملش لأنه هو بيطير فعلا بس الجو مظلم الجو مش مهيئ هو نفسه يحقق طموحه بس الجو الظروف اللي حواليه مش مهيئة له أو لا يتهيئ له إنه هو يكمل طموحه إنما لو طار الإنسان في المنام في منسحات واسعة بهيئته ورأى نفسه إنه في مكان مضي يعني في إضاءة ده يدل على إنه فعلا بالفعل هو عنده طموح إنه يحقق في المستقبل أمور طيبة وطموحات طيبة في حياة الشخصية أو العملية ويمتأكد أيضا إنه إن شاء الله الجو اللي حواليه يساعده لأن الجو في المنام في إضاءة أو في نور يعني فالجو في الحياة الشخصية أو في العملية أو في كلاهما بيساعده على إنه يرتقي لطموح قوي وإنه يصل لهذا الطموح وإنه ما فيش عقبات ممكن أو إحباطات أو يأس ممكن يعرقله في الطريق لتحقيق أهدافه ده لو إنه الإنسان بيطير بهيئته في مكان مضيء أو بيطير في هيئته في مكان مظلم طيب إفرض إن الإنسان بيطير في هيئته ولكن اختلف إنه تحولت يعني زراعيه إلى أجنحة يعني أو رأسي رأسي طائر أو جسمي جسمي طائر يعني مش كله إنسان لا تغير جزء منه من جسده إلى طائر في المنام ده الإنسان بيشعر إنه عاوز يحقق طموحاته وعاوز يحقق أحلامه اللي عاوزها كما قلنا وقفنا في قبل الفاصل ممكن يتحول زراعيه إلى أجنحة أو ممكن يتحول رأسه إلى رأس طائر ولكن أيضا يطير ولمسافات بعيدة والارتفاع بعيد طب ده تفسيره إيه تفسيره إن الإنسان كما ذكرنا في الجزء الأول أيضا له طموح إنه يحقق أحلامه هو برضو نفس القصة يحقق أحلامه ولكن أنا عنده بعض التفاؤل الأمل إنه هو أحلامه تتحقق سريعا لأن أصل الطيران الطائر يعني أصل الطيران حتى في الحياة العادية الطيران معروف مرتبط بالطائر فلما يتحول جسمه أو جزء من جسمه لطائر يبقى هو أقرب أقرب تحقيق حلمه لأنه بيأخذ أصل الشيء أو أصل الموضوع إنه الطائر ده بيطير وهو بدأ يتحول في جزء من جسمه إلى طائر أو خفية الطائر